يعني سألتني سأل في الفاصل. اه وسأله لك قدام الناس. انا مش حابب التحفظ ده. سألت المهندسة عدلي مين اللاعب اللي تتمنى مسيمانه يحطه بكرة في التشكيل. مين اللي انت مستنيه. ها. فزالة تقارب المساعدة يا استاذ ابراهيم. اه. فزالك انا بندهش يقول لك خطأ في التشكيل. ما فيش حاجة اسمها خطأ في التشكيل. اه. يبقى اللعبة وتقاربة فيه توفيق لاعب وعدم توفيق لاعب والتزام لاعب وعدم التزام لاعب. اه. لكن لما تيجي تقولي خط الظهر بالشناوي. هل فيه كلام كتير? هيبقى معروف يا هاني و ايمن اشرف وياسر و وعلي معلول. ممكن يحصل تعديل وحيد في اه رابي ربيعة. اه. حسب حالة الفنية وانت طالب اهم الخط ده. اه بكر. فما فيش الاخباط. خط الوصب غياب ديانج. حدد نفسه. السولية. بقول له مين اللعب اللي تتمنى يكون موجود بكرة? قال لي الو ديانجل. قال لي الو ديانجل. طب اعمل اه. الو ديانجل في الماتش ده كان حيبه مهمة جدا جدا. اه صحيح. لانه هو عايش حالة بدانية عالية. اه. بين الملعب بشكل رائع بشكل فردي. اه. الهجمات المرتدة بشكل خطورة. اي. فهو هو لعيب كان يستطيع ان يغير. بنش فيه ان شاء الله. ما علينا. ما علينا. يعني انما اللي موجود كواسين جدا. بتتكلم. اه. اه. على اتنين اه. منتخب مصر. اه. حمدي. وسولية. اه. وقدامهم. والاتنين دويته هاي اللي حاية. يعني حتى لما كانوا بلعبوا مع بعض. ايه التوفيق. في شكل اللعب. منسجمين قوي. بان اللعب توفيق. وساعت على فكرة. اه. عشان انا من ضمن الناس اللي ايه ما تحبش انها ترى الامور بالشكل ده. ساعة القدر يفرد عليك حاجة تكون مصلحتك. تكون هو اه. عندك افشة. في خلاف. لا طبعا. مفيش خلاف. يبقى احنا بنتكلم في حسين الشحات. في خلاف? لا. مفيش خلاف. يبقى انت عنت احنا بنتكلم في المهاجم. اجاية في خلاف? لا. مفيش خلاف. بنتكلم في المهاجم. مرة موحسن في خلاف? لا يا باجي. على فكرة. اه. ات لما تشوف ماضشة الزمالك اللي خسرناه ده. اه. باجي كان واحد من اللاعبها في الماتش ده. اه. مش شرط مش شرط. انت اللعيب اليومية هيعمل معك ايه. ايه. مروان طبعا لعيب عنده خبرات ولعيب عنده قدرات وكل حاجة. هو موسيماني حيلعب ازاي. فكرة بقى. طب انا اقولك الماتش بكرة بالفريق الازيه استطيع ان اضعط على الفريق الاخر. يضغط. ويلعب كومباكت. اه. مندمج كتلة. اضغط. اه اذا قدرنا. هو ده الكاركتر بتاعنا. اه. لو عرفنا نفرضه بكرة. اذا ده السلاح اللي انت تتمنى. وقم مهور. وقل النظري وانا بتفرج. اه. اللي انا مش هتفرج. وانا مش هتفرج. وجه النظري وانا مش هتفرج. وجه نظرك التخيلية. التخيلية. اه. يعني انت وانت قاعد كده بعد الساعة تسعة. اه دلوقتي زمانهم بيضغطوا. اه. اضغط. 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 ايضغط. اللي بتوع السيوشال ميديا. اه. لانا ساعات احب ببص على الفيسبوك بتعزب. اه. كل كورة. اه. فيها رأي. واعادات ان الناس من خوف اه. ما بتكتبش رأيي الايامي. بتعلق على المباراة على السيوشال. بتحسسك انك انت ضايع. تيجي تتفرج على المسجد. لأي الوقت. طب انا تملي بقولك اقفل التليفون. يا اخي ملحة اعرف الدنيا ماشي زي.